اشتركوا في القناة يا غلام احضر لي صرة من المال جزاك الله خيرا وبارك الله في مالك الحمد لله الحمد لله الذي جعلني سببا في قضاء حاجة الناس وارجو ان يوفقني الله في قضاء حوائج الناس دائما ايها الجار الطيب لقد مات زوجي وعليه دين لك واليوم موعد فداد الدين ولا يوجد مال عندي فهل تقرضني بعض المال اتاجر فيه وان شاء الله فارد لك كل ما اخذناه منك ماذا تقولين ايتها المرأة الطيبة الا تعلمين ان الله قد اوصانا بالجار فاما ما اخذه زوجك فاني اتجاوز عنه ولن اخذه منكم بارك الله فيك ايها الجار الطيب وساعطيك المال الذي تطلبي له للتجارة وقومي برده عندما يسر الله لك انا احب سيدي جدا فهو رجل طيب القلب وسوف يفرح مني اذا ذهبت لمن اقرضهم المال وجمعت له امواله منهم ساذهب على الفور ايها الرجل لقد حان موعد سداد دينك لسيدي فاين المال يا بني اخبر سيدك انني لا استطيع سداد الدين الان لقد اقترطي من سيدي مبلغا من المال وقد جئت كي احصل عليه معي مبلغ بسيط من المال فاعطيه لك واكلب من سيدك ان يؤجل لي سداد الباقي ما هذا كلكم تؤجلون الدفع سوف اخبر سيدي ان لا يقرض احدا بعد اليوم من امرك ان تعامل الناس بهذه الطريقة يا بني اذا اتيت احدا لا يستطيع سداد دينه فتجاوز عنه واترك له المال لعل الله ان يتجاوز عنا يوم القيامة هذا الرجل طيب يقرض الناس من ماله فاذا جاء موعد السداد فانه يتجاوز عنهم ويترك لهم المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه اخرجه البخاري